التقى وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا برئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 لتسليط الضوء على الثغرات في النصوص محل التفاوض حالياً والتعبير عن وجهة نظره بأنه لا ينبغي السماح للمحادثات بالفشل كان المتحدث باسم الرئاسة البريطانية لكوب 26 وهي قمة مناخ التي استضافتها بريطانيا العام الماضي في جلاسجو قد أكد على تقديره لجهود رئاسة المؤتمر كوب 27 لكنهم عبروا عن رأيهم بشأن حقيقة أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في النصوص وأنهم بحاجة إلى البناء على ما تم سابقاً وشدد على أنه يجب أن تكون مجموعة العشرين خطاً أساسياً وليس صقفاً ويجب إعادة الالتزام بمستوى واحد ونصف درجة مئوية